الأستاذ ربيع عبدالوهاب مدرس لغة عربية مصري في مدينة منها محافظة القليوبية مرشح لجائزة كواحد من أفضل المدرسين في العالم مسابقة فيها 13 دولة ومنهم إيه بقى؟ دول زي فنلندا ومش عارف هو بيحكيلي ده دول سقف العالم يا جماعة خايل أول أرحب بضفنا العزيز الأستاذ ربيع عبدالوهاب منور اهلا بيك زي فنال محافظة زي الصحة كله تمام؟ تمام باشا يا دين حمد أول حاجة قلتلي بقى الدول اللي داخلها معاك في المنافسة من فين؟ الجائزة اسمها جائزة محمد بن زايد الأفضل معلم ودي جائزة دولية بيشترك فيها دول عربية ودول من أوروبا عندنا النمسا والسويد وفنلندا بعض الدول الخليج العربي معنا المغرب وتونس والأردن والعراق دي دول مشاركة في المسابقة إيه هي المعايير بتاعت المسابقة؟ المعايير بتتكلم عن المعلم المتميز المعلم المبدع لديه أفكار إبداعية أفكار مبتكرة متطور يمتلك المهارات والأدوات القرن الواحد والعشرين المعلم غير التقليدي بصفة عم هي دي الفلسفة بتاعت الجائزة بتبحث عن المعلم غير التقليدي الذي يطور من أساليبه التدرسية واستراتيجياته التعليمية له أدوار خارج النطاق المدرسة دور مجتمعي زي المبادرة اللي احنا جاينا نتكلم عليها النهاردة مبادرة رواد التحدي فدي الأفكار دي العوامل الأساسية اللي بتركز عليها المسابقة ترجمة نانسي قنقر